أول سئلتنا في برنامجنا هو سؤال وينك تقدر تقول معلّق أنا فعلّق في الهواء يعني معلّق أنا ومشكلتي مع الهواء لا تنتهي من بداية إلى النهاية وقبلت بأمر من المقام السامي كأول صوت لنساء في الإدارة يقول ما كان يأتي من القلب يصل إلى القلب فالإنسان دائماً يتحسس كل فخر يوأخذ الكاسر أول موسيقى أسأل مهن الله من الشيصان المرأة خلقت اللي نحبها لا لنفهمها سرها في غموضها أحد يجيب سيرة السعودية يقول له تراني سعودية أو على طوله ونقب شكراً يا الله يحاجم جبال العلا لا أعدمتك الوضع وإن هالغيبة السماه يخراك اللي يتدخل في المجي يخليك كريم وأنا شاء الله كريم أنا جيت آل أتبعك وضيع العمور ضيع الطريق وخطوتي ودورك الشاعر العذب صاحب الكلمة الجميلة والإحساس المختلف أستاذ أحمد الجوفي حياك الله معنا في برنامج وينك الله أحييك طول عمرك وأبرك السعاد أستاذ محمد أسعدتنا أبو مشعل في قبول دعوة برنامج وينك وعد هالمرة سؤال وينك يعني مختلف فعلاً وينك الله يعرف يعني رغم هذه التجربة الجميلة والأعمال الجميلة اللي قدمتها لكن غياب يعني طويل الله يسلمك هذا من ذوقك شاكر لك سؤالك أول شيء واهتمامكم بي وغيري يعني من الشعراء واللي غايمين أنا موجود وأشتغل لكن يعني على خفيف وأسأل على قولتهم عن اللي يسأل أتواصل مع اللي أتواصل مع اللي ولكن الحياة تشغلك يعني أوقات يعني عن القصيد وعن تاخذك الحياة في مسارات يمكن كثيرة تشغلك عن الشعر ومجال الشعر وأنا انشغلت يعني مع أسرتي وحياتي وتعرف الإنسان بعد الزواج يختلف وضعه عن بداياته والفترة العزوبية أكيد أنه يكون منطلب ويكتب ولكن ينشغل الإنسان متى أصال الزواج أنا تزوجت في عام 2010 ومن هنا يمكن أن بدأ نشاطك يعني الفني أقل عن السابق أقل لك لأنك تنشغل يعني كي بياتك في أهلك جاء أسرتك أولاد جاءك أولاد إيه نعم الحمد لله جاني أنا توأم وجاني مشعل ومحمد فيصل وخالد ما شاء الله وآخر العنقوب طارق ما شاء الله كلهم أولاد إيه نعم كان ودنا ابنية بس عادي ربي ماكت الله يجيبها إن شاء الله البيت اللي ماكي بنت عرقلتهم ظلمة صحيح إيه والله يرزقك إن شاء الله كل ما تتمنى أبو مشعل خلينا نرجع شوي للطفولة والنشأة تحدثني أكثر عنها وعن ولادتك تاريح ولادتك أنا مولد الرياض أي وانشأت في الرياض أي تربيت في الرياض في حي المربع ولدت في حي المربع حي جميل وحي قديم وأكثر طفولتي كانت في هالحي درست في مدرسة المربع الابتدائية ونفس الشي المتوسطة كانت في مدرسة قريبة منها وبعدين انتقلت في المرحلة الثانوية للمعهد العاصمة النموذجي وبعدين عاد بعد ما تخرجت وظفت في شركة بترول ورحت للكويت تقعدت هناك باترت يمكنها أربع سنوات أو خمس سنوات وبعدين رجعت للرياض بدأت عملية جديدة بدأت كان في شغل المقاولات والبنى عادي شغل المقاولات والبنى ما يبي لأ شاعر يبيد مرة وياخذك من الشاعر كله وفي وجه راس وهذا كثير صراحة لكن عادي اشتغلنا في فترة يمكن أكثر من خمسة عشر سنة يمكن في المجهج وهذه فترة الضفولة كانت في هالحي الجميلة كلها ذكريات جميلة المربضة الوالد اش كان عمله؟ الوالد كان يعمل في الجيش الوالد توفي عن عمر كبير الوالد توفي الله يرحمه وكان أكثر من المئة عام يمكن والدي حتى وفاته كانت مفاجأة بالنسبة لنا والدي توفى في الطيارة كان رايح من الرياض إلى الكويت كانت أختي ونسيبي عازمينة في الكويت واثناء الرحلة للكويت توفى معهم في الطيارة كانت لحبات صعبة على أختي وعلينا كلنا بس اللي كانت في هالموقف توفى طبيعية ولا حصل؟ صعبة طبيعية حتى كان يضحك مع المضيف وسولف معه ما كان في شيء لكن ونزلت الطيارة في الكويت؟ نزلت الطيارة في الكويت وبعدها رجعوه ثاني يوم للرياض وصلنا عليه في الرياض وندفن في الرياض والله يرحم ويغفر له آمين كم كان عمره بتضبط التحديد؟ والله تعرف الكبار ما كان فيها تواريخ ميلاد مببوطة بس حسب اللي يعرف أنه كانوا أكثر من المياه فيه وكبيره تخطى المياه وش كان يحكي لكم منه أشياء مرت فيها؟ والله كان يحكي أشياء كثيرة يعني عن السعودية من قبل وعن الحيااتهم وعن الملوك السابقي للمملكة وحتى الدول اللي كانت جنبنا كانوا يعني عند قصص كثيرة للأسف أن الواحد يعني ما كان يوثق على أشياء رغم أنها أشياء كانت مهمة كان والدي الله رحمه يستشعر النعم اللي حنا نعيش بها من الأشياء اللي مر بها واللي شافوها للجيل القديم هذا يعني جيل عانى كثير ترى ما هم ما كان كان يحكيين أنه في السعودية كانوا يشتغلون بره يعني السعودية تسمعهم طبعا هالكلام والحمد لله بعد ما توحدت هالبلد وصار الخير هنا الحمد لله هذا منتظر ربي طبعا وثم الولاة أمرنا الحمد لله وبدت الحياة هنا تزين والناس صاروا يقون عندنا رغم كان دائما يستشعر هالنعم علينا ويغرسها في نفسنا من صغرنا يعني دائما يحدثنا عن هالأشياء هذه قلت فيه أي أبيات أو قصاد أو شيء والله كتبت فيه أبيات يعني بس تعرف يعني والدي كان بالنسبة لي أنا بالنسبة لي والدي ووالدتي يعني شيء كبير بالنسبة لي ودائما والله إني أكتب لكن تحس إنها يعني أقل من اللي استاهل هالشخص إنك ترثي فيه قصيدة أو إلا لكن عندي كتبت فيه والله أبيات لكن والله إني ما حبرت منها شيء للأسف الوالدة ذكرياتك ما الوالدة يعني لقتي فيها جدا قوية يعني كنهي من أقرب الناس لي والدتي علاقتي فيها ما زالت الحمد لله يعني قوية وهي يعني بالنسبة لي هي كلها أحد دنيا الله يطولك ويحفظها لك وش كانوا يقولون عن موهبتك الشعرية بدايتها كيف ردت فعلهم تذكر ومتى بديت أنت يعني تكتشف الشعر أنا والله بديت أكتب الشعر يعني من عمر صغير يعني أنا أذكر كانت أول محاولة كانت في مثال ملك خالد وأنا صغير يعني تعرف ملك خالد الله يرحمه كان وفاته مؤثرة على البيت وأذكر وأنا كنت صغير طبعا طفل بس كنت أستشعر الحزن في اللي حولي وبالأهل وكذا وكذا يعرف طفل يعني شاب في موقف حب إنا يشارك شاركت يعني بأذكر هذه أول مشارك سمعتها أهلي يمكن كان عمري كان تسع سنين أو في هالحدود كذا بس طبعا شي يعني سواء لا والله ما أذكرها لكن هذه أذكر كانت أول شي سمعت إلا هك أما بالنسبة لكاغاني وكما بديت أول يعني عمل اشتغلت بأذكر كان يعني بشكل رسمي كان مع خالد ديلي عذاب أذكر كنت كتبته كنت في فالة ثانوية مع الفنان الخاتب برحمة مع الفنان الخاتب عمل ليلي عذاب يعني أخذ صده جميل وكلماته جميلة وفيها يعني معاناة فيها حب فيها من العنوان ليلي عذاب صحيح عشتها يعني عشت قصتها أو لا لا تعرف يعني فترة المراهقة يعني الواحد يطري عليه قصايد ومكتبت يعني في هالفترة حب لا ما هو بحب يمكن شي تسمع شي من اللي حولك طيب وش قصة التعاون مع خالد دي رحمان كيف صارت؟ خالد وخالد في عزة في هذه الفترة يعني طبعا ولا زال خالد يعني فنان مميز وإنسان محترم وخلوق وتعامل جدا راقي خالد طبعا في هذه الفترة أنا تعاملت مع خالد والاستاذ برضو عبد الرحمان الشومر وأنغام وفنانة كان اسمها منال طبعا خالد أنا كنت أعرفها قبل ما أسمع علي العذاب كنت تلتقيبة يعني فيها ماكنة كثيرة يعني عند بعض الأصدقاء بس ما كان يعرف أني أكتب أنت كنت طالب في هذه المرحلة ولا تتخرج؟ لا يمكن في ثالث ثانوي تقريبا فلما قابلت خالد أنا وكان معي عبد الرحمان الشومر أنا أتكرب الخير و جينا على أساس أني أسمع خالد نص على أساس أنه كان في فكرة مهرجان نقدمه مع خالد ونغام وعبد الرحمان فلما جيت خالد يعني خذاني في زي المجلس ثاني كان في ناس كثير يعني عندهم خذاني في مجلس ثاني وقال لي أنا والله مرتبط يعني في أعمال كثيرة و ما راح أقدر يعني أني أغني شيء من كلامك في هالفترة لكن أنا شاعر وأحب أسمع يعني وبيك تسمعني يعني مجرد تسمع يعني ما كان فيه فقعدنا وسمعته أذكر نصين واحد منها كان ليلي عذاب فلما سمعته ليلي عذاب من خلصت من النص قال لي أنا النص هذا بغني قلت والله أبرك الساعاتي خالد وأنا ما جيت إلا ودي أنك تغنيه بعدها بكم يوم لح أنا خالد وحتى كانت سريع يعني في الموضوع بعدين سافرنا القاهرة أنا وأستاذ خالد وأستاذ عبد الرحمن الشومر عشان نفذ العمل طبعاً هو كان من الحان خالد عبد الرحمن وكانت فيها أغاني من أغنية أنغام كانت من لحن عبد الرحمن الشومر فسافرنا عشان نفذ الأغاني كلها ونفذنا الأغنية وغناها خالد يعني كانت لها ذكريات جميلة هالأغنية حتى في وقت تركيب صوت خالد يعني تعرف شاب جديد وشوف خالد يغني يعني شيء كان بالنسبة لي ما كان بسيط كشاعر جديد فكانت فرصة يعني حلوة أن أقدمها لي خالد بعدين نفذنا العمل ورجعنا وسألت خالد قلت لي خالد أذكر أول ما جيتك يعني قلت لي أنه أنا مرتبة أغاني وعندي ضغط في الألبوم وما راح أقدر أغني وبعدين طلبت الأغنية في نفس الوقت وسافرنا أقبها يعني كم يوم ورحنا نفذناها قال لي خالد والله أنا يعني أنت كنت يعني شفتك صغير في السن كده وجديد وأنا ما كنت أذكر أنك تكتب فخفت أني أقول لك إيه بغني وبعدين تسمعني شيء ممكن ما يناسبني أو فتسبب لك يمكن يمكن تجرحك يمكن تخليك توقف عن الكتابة تحس أن اللي أنت تكتبه ما هو كويس فأقلت خلني أتعذر من قبل يعني كان زي مراعاة المشاعر هالناس اللي تسمع يعني فهذا شيء كان حلو من خالد يعني ما زلت أذكره لها يعني تصرف معي ليش ما استمر التعابل مع خالد يعني هو عمل وحيد إيه نعم هو الأغني الوحيد رغم نجاحه يعني متشاره صحيح أكيد أني أنا حريص يعني كنت ولا زلت على خالد والشغل مع خالد الشغل معه ممتع لكن تعرف بداياتك وغنية ليلي عذاب خدت صدق كويس وكان فيه ممكن عندي أنا خوف من أنه أسمع خالد شيء ثاني وأنه نعيد التجربة فما يمكن ما تكون زي ليلي عذاب فقد تخلني أكتفي وما كان فيه للأمانة برضو فرصة يعني ما حصل فرصة أننا نشتغل مع بعض ولا أنا التقيت فيه خالد وعلاقتي فيه جدا طيبة خالد من الناس جدا محترمة وصديق وفي وإنسان وفي وكنا لكل الحب وأتمنى إن شاء الله قريب نكرر هالشغل مع بعض يكون فيه عمر جديد إن شاء الله يا رب جميل طيب نسمع الكلمات إذا أبشر يقول ليلي عذاب عشت هنا ليلي يعاني من العذاب وكل اغتراب ووقت الفرح عن ناظري عدة وغاب من رحلتي وجفني ما يغفى أبد بس أقلب حزني فيني أواعد كم مضام الليل من قلتي وداع عطيتك عمري وأيامي أحس بإنك معي توفيني ورحت الغيري قدامي وصار الجرح بيجر حين ولادري ليه خنتيني ولادري ليه بيعتيني بعد ما قلهم تعلق بيك تركتيني وأجرتيني كم مضام الليل من قلتي وداع أفارق هم وعانق هم ولادري وين مشواري أحس الغربة من بعدك وأنا بين الأمل والياس وعيش الجرح من صدق أحب وخاطر يا حساس أنا ترجاك يا روحي أبي منك ثوانيك صار ترديني النظر لحظة وشوفي بحالتي وش صار كم مضام الليل من قلتي وداع سلامتك والله والله أنا ترجاك يا روحي أبي منك ثوانيك صار كلمات يعني ما ديش أقولك من أجمل الآن وأنت تقولها أنا أسمعها أتذكرها هذا من ذولي أستاذ الله مكين الحمد لله توفقنا فيها العملات الحمد لله أشتري ليلي أعاني من العذاب ليلي عذاب كل اقتغاب وجد الفرح عن ناضري عذاب وغاب عذاب وغاب ليلي عذاب أشتري ليلي أعاني من العذاب ليلي عذاب كل اقتغاب وجد الفرح عن ناضري عذاب وغاب عذاب وغاب عذاب وغاب بس أقلب حزني فيني أوعد من رحل تجفني ما يقفى بده بس أقلب حزني فيني أوعد كم ضا من ليل من قلتي وداع كم ضا من ليل من قلتي وداع الشاعر أحمد الجوفي يعني لعد نجاحك مع خالد الرحمن جيت فترة بتعتعمل السعودي يمكن مسافرت إي نعم ركت لكويت فترة اللي تكارثت بدأت الهوار جاست هناك خمسة سنين أو أربع سنين صحيح وأيضا كان لك نشاط فني لكن رغم أنه انشغالك صار في حراك ونشاط فني لك في الكويت صحيح الكويت يعني كانت في الفترة التسعينات وبداية العلفين كانت هي أكثر بلد يجمع الفنانين ويجمع الملحنين من كل الخليج فكنت أقابل كثير هناك من الفنانين يعني في بعضهم كنت أعرفهم من السعودية والبعض والله تعرفت عليهم في فترة الكويت هناك فكانت الكويت الشغل فيها للشاعر والملحن يعني كان في فرص كثيرة للشاعر والملحن في الكويت ومن هناك بديت مرحلة ثانية تعتقد أنت تسميها مرحلة ثانية ايه والله كانت مرحلة ثانية وكانت مرحلة يمكن مهمة كثير يعني هي يمكن أهم يمكن مرحلة في أغاني والشاعر اللي قدمتها هناك تعاملت مع في الكويت تعاملت مع أستاذ عبد المجيد والأستاذ رابح والأستاذ طلاب وأستاذ سعد الفهد ملحنين يمكن أيهم تنبك؟ ملحنين أستاذ مشال العروج وطارق العواضي طبعاً كان أستاذ صالح الشهري الله يرحمه أكثر ملحنة اشتغلت معها يعني وش أول عمل؟ أول عمل في الكويت كان؟ أول عمل يمكن هي كانت يعني ما تقدر تقول هذا أول عمل أنا كانت مع بعض يعني جاء اشتغلت مع عبد المجيد في أغنية اليوم دورك تعانين وأغنية من الدنيا وكلها طبعاً وأغنية تحرق الغيرة قلوب اللي يتبيك هذه كانت كلها طبعاً من ألحان الأستاذ الله يرحمه ويغفر له صالح الشهري وبالإضاقة أنه كنت أشتغل يعني مع الأستاذ رابح اشتغلت معه في غنية مصير اللي زعل من غير سبه مصيره يرجع بلي سبايه وطلال سلامه في نفس الفترة يمكن كانت في أغنية وصلت هنا للي يبيه ويبيني وطاوع قلبك وصلت كانت من ألحان الأستاذ محمد البلوشي وطاوع قلبك كانت من ألحان الأستاذ محمد البلوشي طيب بس خلينا نرجع شوي لعبد المجيد طيب الأعمال اللي قدمت مع عبد المجيد يعني في بعض العمال كانت كان يبونها ثنانين آخرين يمكن طالبينها من صالح الشهري نعم الله يرحمه نحكي عن عبد المجيد عبد الله أكثر وهذه ذكرياتك في هذه المرحلة ايه والله هذه أول عمل كان يقدمها مستر صالح الله رحمه هو كان اليوم دورك كان فيه أذكر كان يقول لي الله يرحم صالح فيه كذا فناب طالبها منه فما كنت أدري من لي كان راح يغنيها كان أذكر راشد الفارس راشد الماجد وعبد المجيد وبعدين كلمني صالح قال له أنه أني عطيتها عبد المجيد هالأغنية كيد كانت بالنسبة لي يعني شيء كبير يغنيها من الدنيا وتحرق الغيرة كان حولهم قصة يعني فيه اختيار الأغنية اللي حتنزل في الألبوم أنا من الناس اللي كنت حاب تحرق الغيرة أكثر من أغنية من الدنيا وبما أنها كانت من نفس الملحن يعني فطلبت من عبد المجيد أنه ينزل تحرق الغيرة بدال من الدنيا لأنه كان يقول أنه الأغاني يعني العدد يعني كان معين يعني أو مختار يعني أغاني معينة كنت كنت بما أنه نفس الملحن كنت لو ملحن ثاني ما أطلب منها هالشيء بس كلها من كلامي ومن الحان الأستاذ صالح الله يرحمه فطلبت منها أنه يحط تحرق الغيرة كانت تواصلتني وحابها أكثر أنا فأثر على الحب أنه يقدم من الدنيا كانت هي اختيارة والحمد الله أنه برضو رغم أنها ما نزلت في الألبون بس حقت نجاح يعني كيف هي نزلت جلسة ولا حفلة نزلت جلسة ولا تسربت في البداية في البداية أظن أنها تسربت جلسة وبعدين هو عاد غناها أعتقد في برامج في الراد وفي ونجحت كان لها يعني صلت أكثر بس أنه ما كان أحد يعرف من كاتبها لأنها ما توثقت بشكل رسمي فما أحد يدري من اللي كاتب أو من اللي ملحن ما خذت حقها أعلاميا لك؟ خذت حقها بالانتشار انتشرت ونعرفها تغنية عبد المجيد يعني جمهورة يعرفها وكل يعرفها لكن كتوثيق لك كشاعر وكملحن نحن لا ما أحد يدري يمكن أن كنا ذي أول مرة هو ينطرح الموضوع كيف علاقتك مع عبد المجيد؟ المواقب بينك وبين ذكرها؟ والله في الفترة هذه يعني علاقتي فيه وفي كل الفنانية الحمد الله كانت ممتازة وكان تعاملنا مع بعض كثير بس بعدين أنا رجعت الرياض يعني قل التواصل أكيد مع أغلب الفنانين يعني نسمع هذا طبعا وله قطل كلامك كان اللي أكثر شخص أنا تواصل معه وما زال هو يعني برضه يسأل يعني الأستاذ رابح يعني وأكثر شخص أحس أنه حريص عليك شاعر حنجي إلى الأستاذ رابح يعني بعد الفاصل لكن نسمع تحرق الغيرة أبشعر يقول تحرق الغيرة غالانة في زيادة يحبيني أنا اللي مشتريكك وكل ما زاد العلام ينزف سعادة تحرق الغيرة ذهب غالانة في زيادة قي حبيني أنا اللي نشتريك وكل ما زاد الغلاء ينزف سعادة ما عليك من الكلام اللي يجيك جمرة العاد لنهايتها رمادة الله اللي يقدرني ألتقيك يا عساه الحب ما يكتب عادة قلبي من حبه ومن خوفه عليك فاعها الدنيا وقال أنت مرادة ما أبي غيرك وعمري بيني ذيك حبك اللي يزادني صدق وإرادة تحرق الغيرة قلوب اللي يتبيك اللي يتبيك كل ما شافه غرانة في زيادة تحرق الغيرة قلوب اللي يتبيك كل ما شافه غرانة في زيادة يحبيه أنا بني مشتريك كل ما زاد الغلاح ينزف سعادة الشاعر أحمد الجوفي نكمل حوارنا وحديثنا لو جينا نتكلم عن صالح الشهري يعني الراحل صالح الشهري الله يرحمه لا يمكن نتجاوز دوره معك خصوصا في المرحلة مرحلة الكويت ومرحلة عبد المجيد عبد الله تحديدا حدثني أكثر عن صالح الشهري وعلاقتك فيه وذكرياتك معه يعني صالح الشهري الله يرحمه كان يعني لي والغير يعني كان كل الشعرة اللي فيها الشباب فيها كل وقت يعني كان مثل الأخ الكبير هو ما كان بس ملحن صالح الشهري للحوله وكان حريص على دعم الشعرة وعلى دعم الشباب يعني وأنا واحد يعني من ضمن عشرات صالح قدمهم يعني وأذكر أول أغنية كانت دحانها كانت الأستاذ عبد المجيد اللي هي اليوم دورك تعانين يقول كلامها يقول اليوم دورك تعانين ودور يتغلو تجين اليوم لازم تقولين يا حسرة قليبي عليه عزيت نفسي عن هواك معادي أغريني حلاك نسيت أنا وقلبي نساك حب المذلة ما نبيه معادي لي قلبي سموح يصبر على ظلم الجروح روحي وأنا عنك بروح من باعني إليه أشتريه البادي يظلم يا شقاي وأنت بديتي في عناي وتحملي مني خطاي رجاك فيني اقطعي اليوم دورك تعانين ودوري يتغلو تجين اليوم لازم تقولين يا حسرة قليبي عليه سلامتك كان مؤمن صالح الشهري بقصائدك بأسلوبك بطريقتك حسيت بهذا الشيء قال لك أعطاك ملاحظات أكيد لا صالح كان يدعم يعني كان داعم لك ومن أهم يعني الناس اللي قدموني صالح الشهري الله رحمه الله ولازلت تحت فضله بهالذكرى الجميلة معه كنت تعطيه الكلمات مباشرة له اي نعم انا كانت لقتي فيه جدا قوية الله رحمه صالح كنت باستمرار التقي فيه كنت قابله في الشرقية وكان يجيني في الكويت وأقابله وكنت قابله عند عبد المجيد الأيام هذيك يعني حتى طرى طريقة الشغل للفنانين كانت يعني وأشوفها إنها مختلفة عن اليوم يعني أول أذكر الفنانين حريصين يعني على أنهم الفنان يجمع كل أحيانا كل الشعر اللي يشتغل معهم يعني أذكر عبد المجيد كان يجمع الملحنين والشعراء كان يجون من السعودية الكويت عنده وضيوف عنده يعني يشتغلون مع العلبوم وأنا كنت من ضمن الناس اللي تشتغل مع عبد المجيد وعلاقتي طبعا كانت فيه صالح فيه الوقت هو اللي عرفني على عبد المجيد واللي وصلني للعبد المجيد واللي لحلي واشتغلت معه وكانت صالح ذكريات جميلة صالح يعني يعني ما فيه يعني في الفن كله ما فيه أحد يختلف على محبة صالح الشهري يعني لو تسأل أي فنان في الوسط تلقى صالح يعني مع الكل يعني حتى صالح فيه لا أفضل على حتى ملحنين يعني كان يقدم ملحنين للعبد المجيد يعني فيه أذكر يعني أشياء كهيرة زي مين؟ يعني بدون ما نذكر أحد لكن صالح والله كان يقدم الشاعر والملحن للعبد المجيد يعني ما كانت عنده يعني أنانية في الشغل أنانية الفن؟ أي لا لا ما أبدا صالح صالح يعني من أنبى في القلوب صالح تذكر موقف بينك وبيننا معين على سواء موقف إنساني أو في أعمالك معه؟ والله ما أذكر منها لك الخير صالح يعني ذكريات جميلة وأذكر يعني أنه يكفي وقوفه معك كشاعر جديد ومالك يعني أغاني كتيرة ويقدمك العبد المجيد في أغنيتين في ألبوم وأغنية ثالثة تغنى جلسة يعني في وقت واحد هذا كان شيء يعني كبير يعني من أستاذ صالح الله يرحمه ويغفر له يعني حتى أنا نفسيتي للفن بعدها الله يرحمه وتغيرت يعني ما هي ما هي زي أول مع البعض صالح أكيد إنه يأثر عليك كشاعر صالح يعني أثر عليك كشاعر أكيد والله وابتعادك يعني يعني لا مو بالابتعاد بس إنه أثر علي يعني في تعاوناتي وفي يعني أكيد إنه لو إنه موجود بيكون فيها استمرارية يعني فرحيلة أكيد إنه يأثر عليك وعلى غيري الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله مرحلة يمكن أو هذه يمكن اللي هي الأبرز في مسيرتك رابح صقر مرحلة الظنان رابح صقر أعمال جميلة أعمال رائعة أعمال يعني لامست الجميع وجت يمكن في فترة بين قبل الألفين وبعد الألفين يعني صحيح صحيح يعني جمع جيلين يمكن أغاني أكثر من الجيل رابح وأكثر فنان يعني أنا اشتغلت معه رابح سواء أغاني عاطفية أو حتى أغاني خاصة فأذكر تقيت فيه وتعرفت على رابح في عام 1998 في الكويت في أحد الاستوديوات في الكويت وبدت علاقة أخوية ورابح إنسان عفوي يعني ما عنده تكلف يعني أنت تشوف أنت يعني ممكن على المسرع وكيف تعامله هذا رابح يعني إنسان عفوي دم خفيف يعني تحب حتى جلسته وتحب صداكته وإنسان وفي يعني مع الناس اللي حوله ولازال هو أكثر شخص يعني كشاعر وكصديق يعني هو اللي أكثر شيء يحرص عليه وعلى وجودي معه ودائم يسأل ويحب أن يكون معه ويحب يعني الأشياء اللي يكتبها ساد رابح في إيش بديته أول ما بديته؟ أول ما بديت معه في أغنية كانت مصير اللي يزعل من غير سبة يقول كلامها مصير اللي يزعل من غير سبة مصيرة يرجع بلي سبايب أنا مخطيت في حق المحبة ولا قصرت في حق الحبايب على ما كنت أشوفه كنت أحبه مشيت العينه دروبا صعايب ولارضا لو خطأ أحد يسبه وشوفه دائما يا ناس صعيب رفعته فوق وما أحد صار جنبه ولا قدر خفوق فيه دائب وإذا الله ما يوفقني بدربة عن دروب الهوى ما نيبتاهي سلامت هذا كان أول نص جمعني في ساد رابح هذا عام كم كان؟ عام ثمانسعين وثق في التلفزيون نزل الجلسة والألبوم؟ بالبداية نزل الجلسة وبعدين وثق في ألبوم شفت الحياة كان جلسة ورابح نزل في جلسة ثانية فهذا كان يعني يعتبر توثيق لنزل اسمك كشاعر هذا أول تعاون معك؟ بس طبعا هنا ممكن نزلت أغانية أعتقد قبلها بس هذا أول شغل يجمع نيبة يمكن فيها أغانية تلحنت ونزلت قبل هالأغنية بس هذا أول أغنية رسمية لا أول أغنية أشتغلها مع رابح يمكن فيها أغانية بعدها جت ونزلت قبلها مع فنانين ثانين أو كذا قصدك كالتلحين؟ لأنه مقدم يعني اشتغلت مع أنا أغاني الفنانين حتى غيرها ألحان ألحان وش أبرزها؟ أبرزها كان أبيها مع الأستاذ عبد المجيد ومبسوط مع الأستاذ محمد البلوشي هذه كانت يعني عملت معي كملحن وكشف يعني نعم رابح يعني يحب يعني يقدم لزملاء فنانين يعني إذا شاف أنه في فرصة ما يعني كيف وصلتهم طيب؟ كيف وصلت العبد المجيد؟ عن طريق رابح يعني يسمعون من رابح يعني تعرف يعني فنانينوا مع بعض يسمعون مع بعض حيانا إذا جاءت فرصة لكن أنا كان شغلي مع رابح يعني أنا أكتب مبسوط كتبتها الرابح أبيها كتبتها الرابح عساس أنها كانت يعني يحضرها لل كان في الوقت هذا كان رابح يتوقف وكان يحضر الألمومة يعني ممكن عشان رابح سقلت ووقف فترة في الألفين صحيح توقف فترة طويلة صحيح كانت طويلة أبداً أبداً يمكن هذا السبب اللي خلت تروح الأغاني لا 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 ولا قبل توقف لا 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 هو في الفترة اللي كان واقف فيها بس ما هو هذا السبب لأنه بالأكس يعني ممكن أنه يحتفظ في الأغاني وينزلها في ألبوم وفيها أغاني يحتفظ بها رابح سنوات طويلة يعني أنا عندي أغاني معه من سنوات وما زالت عندها محتفظ بها ما طلعت لسا لا لا ما طلعت زيش في شي عندها ايه أذكر فيها هذه أول مرة توقعين ايه هذه أول مرة أقولها يقول يقول كأن بداخلي من هالسنين الظالمة زلزال هدم كل الغرام ولا ترك لي غير هالحسرة زماني شدني غصب علي للضيق والغرباء العذاب ولاني حاسب له أحساب ولاني منتظره عشقتك طفل ما يدري فيها الدنيا جفا وصال ولا عمره أبت جرب حنين الحب وش كثرة عشقتك يوم لك قلب رفيع وصعب ما ينطال ومدام إنه غدا لعبة ما عادي يهمني أمره نعم ما يقتل الحب بصراحة غير سوء الحال نعم هذه الحقيقة والحقيقة سيدي مرة وإذن المصلحة تفرض عليك البعد والترحال عسى الله يحفظك وأنا عسى يتعلم البكرة الله الله سلامتك هذه من الأشياء اللي عندي رابحة في أشياء ثانية عند فنانين آخرين والله ما أذكر يعني ممكن بس والله ما في بعد طيب أرجع لأبيها نسمعها نسمع أبيها يعني من الأغاني اللي حضرت كثير عندنا وبذكرتنا أبشر أبشر العبد المجيد عبد الله أبشر أبشر عدنا الحين ما راح أسألك عن أي قصة عمل لأنه الإجابة نفسها نعم نعم ما ودنا نتخل في متها التفاصيل طيب نسمعها بدون تفاصيل أبشر يقول أبيها بس هذلي أبيها هذي كلي أنا عيني عليها خذت عقلي وروحي من حلاها وأنا المسكين قلبي راح فيها أحاول كل ما حنت بنظرة أبين وش كثر ودي أجيها تفرج ضيقة الدنيا بضحكة بعمري وبحياتي أشتريها حياتي قبل قابلها شقية ولا لي حظ من قبل التقيها تعلت فوق نجمات اللي يالي وأنا ما شفت نجمة تعتليها سببها ينولد للناس شاعر بداياته قصايد يشتكيها لها عين تعذب كل عاشق عسى الله في غلانة يبتليها أبيها بس هذي اللي أبيها يلا 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 الشاعر عحمد الجوفي يعني مرحلة بعد عودتك من الكويت وتعاملك يعني الأخير مع رابح صغير حصل بتأترى التوقع صحيح لكن استمرت فوق الست سبع سنوات صحيح وعدت مع رابح أيضا بأعمال يعني وازت النجاح السابق وانتشرت أعمال مهمة مثل غرام أطفال يمر الحب صحيح ورجعنا وانا لا احتجت للحب وحناني كانت مجموعة مميزة مع رابح رابح فيه توافق معه ورابح حريص يعني على أني أكون معه ومثل ما أنا حريص على أني أتعاوم معه فله السبب وفيه صداقة يعني فيه علاقة جدا قوية مع الأستاذ رابح فهي السبب يعني العلاقة هي اللي برضو عادتك يعني تخليك يعني تشتغل مع هالشخص علاقتك فيه طبعا أكيد لها دور كبير يعني لاقت أخ بأخوه رابح طيب ليش توقفت انت هالفترة؟ والله أنا توقفت عن الأغنية بشكل عام يعني كانت عندي بعض الظروف العيلية ووقفت عن الفن فترة وبعدين رجعت مع رابح ومع الأستاذ مشعل الروج فيه غنية مشعل كانت مع الفنان محمد الزيلة كانت أول أغنية قدمها الفنان محمد الزيلة يا بي أحبك معي يكبر وفي نفس الوقت كانت أغنية مع رابح غرام أطفال جمعنا لها قصة نبغى نعرفها وشون يعني والله ما في يعني قصص ما لا مو قصة القصيدة خلاص أنا استسلمت استسلمت كوي لكن قصة العمل شون صار ومع رابح والله زي ما قلت لك يعني حصل انه فيه تواصل يعني مع رابح مستمر لا أعرف انه رحت مصر انت طلب منك هو أنا كنت رايح مع رابح يكلمني وطلب اني أجيه في القاهرة عام 2008 عساس انه كان عنده لحن كان حاب انه يسوي عليه كلام يعني يبيني أكتب على اللحن كلام وسافرت عنده رابح وقعت فترة يعني وكنت سمعه وأكتب وأحاول يعني انه نلقى شيء مناسب لللحن كان حتى اللحن اللي كان سمعني أكتب جميل والله وفي يوم كده جلستنا وياه وكننا مع بعض وقال لي وش فيه جديد وش سويت جديد فقلت له والله فيه هنا غرامة فاق وسمعت هالنص حتى يعني اذكر ردة فعلا يعني كان حاب بالنص بشكل مو طبيعي يعني حتى قال لي والله يحمد يقول شعر الجسم يوقف وأنا ألقي عليه القصيدة فكان حابها بشكل مو طبيعي ولا يعني خذ منها يمكن خمس دقائق باللحن حتى ما خلاني أكتبها يعني أنا قاعد أقول له الكلام ولحنه مباشرة مباشرة والله هذا لحنة مباشرة حتى ما كان يطلع جواله ويسجل اللحن فقال لي سجل اللحن عندك في جوالك يمكن خاف أنه ينسى أو شيء ثاني يوم جيت لا أسمع اللحن من عندي لقيتها حافظ اللحن وحافظ وكنت جاية سمعة يعني أشياء مسويها على اللحن الأول قال لي لا لا خلاص انسى الموضوع اللحن هذا قال هذه الأغنية اللحن الأول اللي طالبك عليه قال لي خلاص قال لي هذه أغنية الألبوم كان مبسوط على الأغنية وأنا كنت مبسوط على اللحن وبصراحة يعني قدمها بلحن يعني مختلف ومميز وهذه عادتها رابح يعني ألحانة دائما مميزة ومن حب الأمل يعني كانت والله إذا ما نيواه منها كانت هي الأغنية الوحيدة اللي سورت في الألبوم كان حريص عليها كثير رابح حافظة لمست رابح الأغنية ليش لمست رابح الأغنية؟ والله ما قال لك ذكرتني هو يقول ذكرتني يعني حتى في اللقاءة في الروتانا قال أنه أثناء تصويرها يعني قال إنه أذكرتني بطفولتي وهنا الكلام فالفنان لما يحب الأغنية أكيد أنه بقدمها بشكل كويس وأنا بحب الأغنية وقدمها بشكل يعني أنا كنت جدا مبسوط باللحن والحمد لله نجحت الأغنية طيب خلي خلاك تكتب الأغنية ما نبي قصة بس اختيارك المفردة اختيارك الكريمة إذا رابح يقول لك ذكرتني بطفولتي أكيد إنها لها علاقة فيها فيها أشياء تلمسني أكيد يعني لما أقول حفظت الخالد الفيصل قصيدة يا غريب الدار وديوان البدر كلها عشان أتعلموا أبعا هذا جزء من حياتي يعني وهذه حقيقة يعني ما هو بني جبت شيء من برا يعني فعلا أنا وأنا كنت صغير كنت أقتني دووينهم الأمير الشاعر بدر والأمير الشاعر خالد هذول مدارس في السعودية يعني تعلمنا منهم وحفظنا قصايدهم تربينا على قصايدهم وتعلمنا وشلون نكتب منا حلاسات هم أعمدة من أعمدة الشاعر في السعودية فكان فيها أكيد فيها شيء من الصدق لما أكتب لكن مو معناتها أنها أنا عشت القصيدة بكل تفاصيلها لا أكيد يعني لازم يكون فيها شيء من الخيال وفيها فيها شيء من الصدق وفيها شيء من الخيال صار فيه شيء كلام على موضوع أنك تذكر اسم الأمير خادر فياسول والأمير عبد بدر في الأغنية صار فيه يعني صار فيه يعني أكيد أكيد أنه كان يعني كأغنية ما كانت يعني بالنسبة للفناني ما كانت يعني إذا بيغنيها ما كانت مقبولة عند بعض الفنانيين لكن رابح كان أقتنع بالنسبة كانوا عشي لا ما كانوا حابين يعني أنه أغنية فيها أسامي يعني بعض الفنانيين بس أنا ما كنت يعني مقتنع باللي قاعد أسويه ورابح كان حاب الأغنية حاب الأغنية متى كنت كاتبها أنت يعني هذه الغنية أو القصيدة؟ والله يعني يمكن قبل ما سمعها رابح يمكن عام 2005 كتبتها 2006 تخنت هي في 2008 2006 يمكن نسمعها أكيد أكيد يقول غرام أطفال جمعنا وكنا بالشعور كبار وفا قلبي مثل ما توفي العشاق أو أكثر أحب بجد ما ألعب مثل منهم في سني صغار ولا أذكر قلبي لو مره معاها كذب وقصر في ذاك الوقت ما أكتب ولكن أحفظ الشعار عشان إعجابها فيني يزيد ويصبح الأكبر حفظت الخالد الفيصل قصيدة يا غريب الدار وديوان البدر كلها عشان أتعلم وأبحر بنيت الحبها قصر عظيم وعالي الأسوار ولا فكرته بيوم على ذا الحب يتدمر غراما كنت له شاري وباع بآخر المشوار أنا عقب الغدر هذا أنا وشلون ما تأثر بكيت بيوم فرقاها بكيت بيوم فرقاها تقل بين الحنايا نار وكني يفاقد الدنيا ولاني قادر أتصبر أبت أسه أنا القلبي عسى يتقبل الأعبار لعني صدق دليتا وعذري أحيان متأخر سلامتا والله سهل سهل حسيت أنك تأثرت في أحد أبياتك يوم قلت بكيت الكلام يأثر أكيد أكيد والشعر يتأثر بلي فكرت شيء؟ لا ولا ما فيه دائماً دائماً حب دخله من المتاعب بس ما نقادر بس بعض القصائد يعني تلمسنا ونحبها فنحب نعرف قصتها أكيد 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 زي ما قلت لك يعني أغلب الشعر يعني من الشعر أكيد أنه يستخدم خياله وأفكار يعني القصائد أفكار موسيقى 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 هذه من العمال الجميلة أيضاً قدمتها أيضاً لنا الرابح صاقر صحيح موسيقى لكن هالمرة يمكن هذا أول عمل لك مع الملحن ياسر أبو علي ولحن جميل وأغنيه كثير حضرت يعني عند الناس وحبوها ولمسةهم أكيد ما قدثني عن هذا العمل وكأول تعاون لك مع الملحن ياسر أبو علي أكيد هذه كانت يعني من البدايات لملح نياسر ابو علي وكانت تجربة جدا مميزة وأبدأ كثير في هاللحن الحمد لله نتوفقنا فيه وملاقى هالصدد طيب وأذكر منا يقول يقول يمر الحب بظروفه ومشاكل قليل اللي في هالدنيا اهتنابه ومع هذا وكل هذا نواصل ونتصبر على المر وعذابه حبيبي لو يصير الحظ مايل وانا وياك جرحين انتشابه تأكد هالحزن في يوم راحل ونفرح والفرح طول غيابه أبيك تكون متحدي وصامل ندافع عن هوانا لنحكابه نتعب بالوفا كل العواذ اللي نجيب الحاسد الحب الكعابه يمر الحب بظروفه ومشاكل قليل اللي في هالدنيا اهتنابه هذه كانت من العمال الجميلة مع رابح والاستاذ ياسر كيف كان اللحن ايش اختلف عن السابق عن الحان اللي سواء اللي قدمتها مع رابح صغير صرف الشيخ اللي يرحمه اكيد كل ملحن لها نكهة ولها سلوب مختلف وياسر كان قدمها بطريقة مختلفة يعني عن اللي كان يتقدم في الساحة وكانت اغنية مميزة يعني بالنسبة لي انا حتى في مسيرتي كشاعر عام كم هالكلام؟ عامل عامل عاملين وتسعة عامل عشرة ممكن يمر الحب بظروف وشاكل اللي اللي في هاد دنيا اهتنابه مع هدا كل هدا مهاصر وي تصبر على الهول وعدابه يمر الحق بظروف مشاكل يليني الليل أخذ ديك تاليابا مع فدا كل هذا نواصل ونتصبر حلال إنكر وعذابا عذابا عذابا يمكن استمر التعاون أيضا مع الملحن ياسر أبو علي بعمل هالمرة غياضي صحيح صحيح نعم كيف قصة هذا العمل رغم أنه أنت هلالي أنا يعني ما في ميول يعني أنا أحب لعبين أكثر من الأندي يعني أنا من الناس اللي يمكن كانت في البداية ميولي هلالية لكن أنا كنت يعني مغرم بيوسف الثنيان ما عاد أدلي وش الكورة من بعد ما اعتزاله يعني ما عاد لي نادي بعد هاللاعب يعني أسطورة الملاعب يوسف الثنيان ولو يروح لأي نادي يمكن شجعته أي وتعرف أن جيل الطيبين يعني لحقنا على الأسطورة اللي ما راح يتكرر في الملاعب وهذا كان يعني بالنسبة لي هو النادي يعني يوسف الثنيان كنت لو يروح لأي نادي يمكن شجعته لو يروح للنصر يمكن شجعته هذا كان هو بالنسبة لي النادي اللي أشجع يوسف يوسف نادي يعني يوسف بالنسبة لي أنا ايه والله نادي وينما راح أشجعه وما زلت أحبه وأشجعه وأستمتع بمقاطعة وأعيدها دايم في اليوتيوب وأتفرج وأستمتع استاهل يوسف الثنيان لاعبه فنان يعني فنان بلعبه أكيد أكيد سطورة قصة هذا العمل وكيف كانت التجربة يعني تجربة الكتابة في الرياضة؟ كان عمل مميز يعني والنادي كبير يعني بعيد عن الميول وبعيد عن أي شيء يعني قدمت أغنية الفريق عريق يعني في المملكة وأتشرف أني أقدم للنصر ولا أي نادي سعودي يعني وكانت تجربة جدا مميزة مع ياسر قو علي في هذه الأغنية طيب نسمع من هذا الشيء يا نصراوي؟ أبشر أبشر يقول يقول ينصر الله نصرنا في كل حال عالمي تاريخ حافل بالذهب اللعب ما عاد لخصومه مجال وهذه عادات الكبير اللي يلعب النصر ما فيه بدروبه محال كم بطولة جابها وحقق لقب مصنع نجوم الملاعب والرجال رافعا راس السعودي والعرب لعبكم واصل إلى حد الخيال متع الجمهور واطربهم طرب مجدكم عالي ولا يمكن يطال خصمكم والله يشوف العجب سلامتك والهلال كتبت في الهلال شيء؟ والله ما حصلت يعني فرصة ولا أكيد أني أتمنى أني أكتب للهلال وأتشرف ينصر الله نصرنا في كل حال عالمي تاريخ حافل بالذهب اللعب ما عاد لخصومه مجال اللعب ما عاد لخصومه مجال هذا عداك الكبير يا لعب هذا عداك الكبير يا لعب نصر الله نصر الله أبو مشحل استمرار نجاحك مع الفنانين الكبار وأنت يعني أنا لاحظ أنه أغلب الفنانين يعني عملت معهم وبعضهم يعني إما غنى لك أو غنى لك من ألحان آخرين فنانين آخرين يعني لو جينا تحدث عن طلال سلامة عن نبيل إشعيل سعد الفهد راشد الفارس قدمت أعمال جميلة معهم وهم فنانين كبار بلا شك حدثني عن يعني يعني عمل طلال سلامة حتى هذا من التعاون بعد بين الفنانين يعني أغنية طلال سلامة وحدة منها كانت من ألحان الأستاذ الفنان محمد البلوش يعني برضو فنان يعني مقدم وصلتنا للي يا بيه يا بيني ومساخفوا بيه خالي الهم مرتاح هذه من الأغاني اللي برضو كانت عند الإسلام محمد وقدمها الطلال وأغنية ثانية برضو الطلال والسلامة ما كانت تقول طاوعك قلبك تخليني وتروح وأنا حسبني غلاك ودنيتك كنت حسبني بداوي بك جروح ما دريتك ساطعوني طعنتك جيت أنا عندك وأنا كلي طموح وروح تعاني من عذابي غلطتك هذه يعني جزء من القصيدة كانت من ألحان لسال مش على العرقون وتعاونت برضو مع سعد الفهد في أغنياها مفروض من زع الحبيب هي راضي ما هو بنا اللي يعتذر لك وراضيك أنت خطيتي شي ما نختلف فيه ولا هي عدالة من أجيلك وراضيك كانت من ألحان أستاذ طارق العواضي من الكويت وبالنسبة لأغنيا تكذبوا وكذبوا وكانت من ألحانة ساد مشعل والعروج ونزلت هي طبعا باسم الشاعر علي الفضلي لأنه أنا في البداية كنت رجعت من الكويت وزي ما قلت لك فيه فترة أنا وقفت فيها حوالي 6 سنوات وكذا فالمطلع هذا كان عند مشعل العروج ملحنة وعندها أساس أن تعرف أحيانا تعطي الفنان بيتين كذا يلحنها وإذا لحنها يقول لك كمل الأبيات هذه من ضمن الأشياء اللي كانت عند مشعل سمعها منه بالصدفة طبعا هذا على كلام مشعل العروج أنه سمعها منه نبيل الشعير وحب الأغنية وقال لازم أغنيها الأغنية في ألبومي وقال له مشعل أنه أحمد يعني رجع الرياض وانا والله ما في وسيلة التواصل يعني الكلام جديد طبعا عام 2000 تعرف التواصل بك الأيام ما هي بزي اليوم سهل أنك توصل للفنان فراحت الأغنية ونزلت باسم كملها علي الفضلي ونزل هنبيل باسم علي الفضلي طبعا عشان توثيق الإعلامي لكنها يعني مشعل عارف ويذكر دائما أنها من كلام أحمد الجوفي ما تواصل معك ما حاول تواصل معك ألا ألا تواصلت معه أنت تواصل معه لا أنا هو تواصل معي وأنا تواصلت معي ليسا مشعل صديق من أيام الكويت يعني تشتغل معه واشتغلت معه حتى بعد ما تواصلنا في أغنية أبي حبك معي يكبر كانت أول أغنية يقدمها محمد الزيلعي وتواصلنا وقال لي يعني هالموضوع بسيط شرح لك الموقف ايه الموضوع بسيط يعني ما هو ما هو بلك ما حرست أنه يكون لا لا أو توثق على الأقل يعني أنه هذا العمل يعني لا يعني مش على الذكر كتير أنه على الكلام الأحمد الجوفي والموضوع بسيط يعني الصداقة أكثر ما أكبر أهم من بيتين شو قلت في البيتين؟ يقول كذبوا وباللي يحكولك كذبوا كل من قاله ونسيتك كذبوا الله يعلم وش كتير عندي غلاق كنك أكبر من كلام ردده هذا اللي غنانا بيه اللي لي طبعا أنا كنت أكملها بس والله أنا ما أحفظ منها اللي كملتها لكن بقى يقولك اللي أذكرها يقول كذبوا وباللي يحكولك كذبوا وكل من قاله ونسيتك كذبوا الله يعلم وش كتير عندي غلاق وأنك أكبر من كلام ردده وحاسدين الحب في الدنيا كثير فرقوا يا ما عشير عن عشير وكان ما تدري أنا جرحي كبير وسامح الله ومن في جرحي تسببه كذبوا وباللي يحكولك كذبوا يا سلام وفيها أذكر مذهب كبليه بعد والله بس إني ما أحفظها لأنها تذكر من الشيء؟ لا والله أنا ما أذكر لأنا أغنية راحة يعني خلاص وانتهت ما تحاول توثق أعمالك يعني أو؟ يعني ها اليوم فرصة أننا وثقناها معك حظنا الطيب لا حظي طيب والله إيش رايك بدي يقول أنه الفنان أو الشاعر أحمد الجوفي مظلوم إعلاميا؟ لا أكيد شوف أنه أكيد مني تكسير أكيد بدون شك مني تكسير كبير بعد لكن تبقى فرص وتبقى على ما تجي على قولتهم لكن أني ما أسعى لشي يعني أنا أكتفي أن أسمع الأغنية واللحة و أدري أنها نجحت و أشوف أنها نجحت هذا بالنسبة لي نجاح هذا هو طموحي يعني أنا ما عندي ما عندي طموح أكثر من كده تعاونك مع كبار فنانين و أعمال ناجحة و صلاة الكل و مالك أي حضور إعلامي أو ظهور إعلامي؟ زي ما قلت لك هذا طموحي يعني أنا أنبسط مع نفسي يعني لما أشوف أغنية لي ناجحة و الناس تسمعها و تحبها هذا بالنسبة لي هذا هو النجاح مهما ظهرت إعلاميا أو حاولت تظهر أو إذا اللي تقدم شيء ما هو بالمستوى أنت ما راح تكون راضي عن نفسك أنا راضي عن نفسي و راضي عن الحمد لله عن اللي قدمته مع الفنانين و جمهورهم راضي بالأغاني اللي قدمته لهم يعني خالد جمهورة يحب هذا يكفين و رابح جمهورة يحب غرام هذا يكفين بالنسبة لي هذا هو طموحي ما عندي أكثر بك البعض يشبه تجربتك أو الشاعر أحمد الجوفي كلام أحمد الجوفي يعني مثلا ليلي أعذاب يمكن أول ما طهد قالوا هذه كلمة خالد عبد الرحمن صحيح تحرق الغيرة قلوب العدلين قلوب قلوب هذه شبوها بكلام الشاعر تركي يعني دائما يصير حولك على ما تستخدم لا يمكن أن الأغنية ما كانت موثقة ما أحد يديه وكلان يتكهن طبعا لكن أكيد أنها بعيدة عن تركيا أكيد تركيا شاعر محنة بحولها شاعر كبير أكيد ما أحد يديه ما أحد زيه ولا أحد يقدر يقدم اللي يقدمه بس ما يبقى يمكن أن أبدأ خالد أنا حرصت لما قدم له لما جيت أسمى حرصت أني أقدم شيء يعني قريب من لونه عشان أنجح معه وهذا يعني شيء بالعكسي يعني شيء كويس أنا ما أحب أن يقول لك أنا أعطي الفنان شيء جديد ومختلف ومجده لا ما عندي أنا أعطي فنان مختلف وأعطي شيء ما هو بلونه كل فنان له لون حبوه جمهوره أبعطيه فيه اللون اللي يحبوه جمهوره خالد حبوه فيها الجم حتى خالد فيه مفردات يعني مميزة مع خالد زي عذاب وزي الأشياء هذه يعني محبوبة معها موجودة حاضرة فيها غانية وفي قصايدة أنا ما أبعت كثير عن خالد ليلي عذاب هو بخاوي الليل وليلي عذاب أي يعني أعطيه شيء من جوه عشان تنجح معه عشان ما تبعد عن الفنانوج وكي ناس يقول لك لا أعطي شيء مختلف يعني لا أنت قدمت معها لبوم كامل أو أنتجت لبومك لا كان أغنية بس كانت من ضمن مهرجان هو كان اسمه بعد الرحيم لا والله ما هو أنا لا بس كله من كلماتك كله كله من كلامي كان من إنتاج مؤسسة لوتارة الذهبية وحتى بالمناسبة يعني من الأشياء للخالد عبد الرحمن أنه يعني قال للمؤسسة أنا ما أبي شيء من الأقر من الألبوم يعني من حقوق المادية طبعا قال أنا ما أبي شيء منها إذا في الشاعر إذا في الملحن أنا ما بشيء يعني تحسب الخالد أكيد تحسب له كفنان يعني في ذاك الوقت أكيد أكيد لو بيدنا ندفع له ما بنيتنازل عن حقه كانت يعني بادرك طيبة منها لك كشاعر أكيد 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 هذا أول عمل لك يعني ودعم لك طبعا خالد حبيب حتى في السفر يعني يقول لك ما تعرف خويك إلا في السفر خالد بداية ما عرفتي فيه كانت في سفر كيف؟ لما سافرت نوية القاهرة يعني نعمل صديق ونعمل أخ والله في عمل آخر يمكن لك قدمته نجي للفن الشعبي شوي الفنان الله يرحمه ماجد الماجد ايه صحيح عمل الميزان صحيح قصة هذا العمل وعلاقتك مع ماجد الماجد وكفنان يعني شعبي اتجهت أيضا بي ايه والله أكيد ماجد من الأصوات الجميلة بعد الله يرحمه ماجد من البدايات بعد بس أنه يعني ما كانت البوم كامل يمكن كان إلا أغنية والله ايه ممكن كان من إنتاج أعتقد الأوتار الذهبية وكان من ألحان ماجد أغلب القصيدة الأغاني ماجد صوت جميل صوت يعني مطرب جميل وشخصية جميلة الله يرحمه أغفر الله يعني أكيد أننا نفتقده ومن الناس اللي كان لهم دور في بداياتي بعد أستاذ ماجد الله يرحمه أغفر الله حزنت كثير على رحيله وعلى وفاته لأنه صوت جميل وإنسان جميل إنسان خلوق محترم محب للفن ومحب للناس اللي حوله ومن الناس اللي برضو كان يعطي فرص للي حوله وشعره للشباب يعني فأكيد أنه تشرفت بالشغل معه في هك الفترة هذه أيش كتبت معه أو تذكر؟ والله أنا ما حضرت يعني زي ما نتشاهم يعني ما حضرت عك أغلب القصيد يعني صعب أنك تقول كل القصيد لكنه والله ما يحضرني منها الحين شي أقوله لكن لي حضرني إنسان قدمت معه شغل في البدايات كان يعني مميز وهو صوت مميز ماجد الله يرحمه الله في الله طيب نسمع شيء على ذوق كل مرة أبشر يمكن من اللي ما حكينا عنه أو أنا كنت بقول مبسوط بس ما راح أقولها وأنا تونيهم حاكي عن ماجد الماجد والنتوف نغير الموضوع صح؟ صح نقول الله يرحم يقول من الدنيا وش اللي ما أخذينا عشان أزعل وتزعل وانت ضايق حسافة أمرنا راحت سنينة وأنا وأنت ومدى معنا رفايق أنا لا شفت نظراتك حزينة يصير الهم في قلبي حقايق حبيبي ليه هالفرحة سيجينا ترى من عمرنا كل الدقايق عذولي بالمواصل قاهرينا ولكنه وجد بين الخلائق منمشي دربنا اللي عاشقينا ولا أزعل وتزعل وانت ضايق من الدنيا وش اللي ما أخذينا عشان أزعل وتزعل وانت ضايق حسافة عمرنا طاحت سنينة وأنا وأنت ومدى معنا رفايق طاحت سنينة وأنا وأنت ومدى معنا رفايق عبو مشعل في قصائد لم تكتن لك ويمكن بعضها أيضا أعطيتها بعض الفنانين صحيح زي إيش تحكينا عنها أكثر؟ يعني دائما يعني في كثير من الوقات الشاعر يعني خصيد علابتها كويسة يعني مع الملحنة ومتعود عليه حيانا نسمعها بيتين يعني ويتعجبها ويلحنها ويقول لك كمل وهذه تصير كتير يعني زي ما قلت لك ذكرت لك أغنية تكذب ومثلا بيتين كانت كان في بيتين أذكر عند أستاذ عبد المجيد اللي هي يقول ما تكملت طبعا هذه من الأغاني القديمة ولحنها كان جدا جميل بس من لحنها أستاذ من دوح سيف من عام ثمانة وتسئين هي عند أبد المجيد حتى أذكر قبل فترة غرد بها حسابه هذا يعني محتفظ بها اللي غرد بها فنان عبد المجيد؟ يقول ما عاد تفرق لو تبين أنساك فرقاك والله ما تبكيني ناوي على الفرقة وجت برضاك زيدي المسافة بينك وبيني هذا مطلع يعني كان من عام الثمانة وتسئين عند أبد المجيد بس ما ربي ما كتب أنه يكتمل يعني يعني مغنى وكام ملحن؟ ملحن؟ ملحن، ملحن كامل جاهز بس أنه ما ربي كتب أنه يكمل هالعمال وكيف لا؟ فهم أنه يمكن من أجمل الحال اللي سمعتها بس ما أكتمل ما أدري إيش خسر يعني ليش الفنانين يعني يحتفظون بعض الأعمال يعني عدم اقتناع ولا بالعكس ولا ما عدي تناسب الوقت الحالي؟ شوف ما يحتفظ بها إلا هو حاب بالأغني يعني مستحيل يعني من عام ثمانة وتسعين إلى عام هو غرد بها عام 2017 يعني بيحتفظ بها أكثر من قرب للعشرين سنة وهي عنده إلا هو حاب بالأغني يعني لكن ما اكتملت بالشكل اللي هو يمكن يبيه وأنا ما كملت ما كملت كلامها؟ والله كان في محاولات لكن ما كانت مستوى البداية يعني فقعدت هلغني إلى يومك يختلف يمكن يمكن أنها تكمل في يومك ما في تواصل بينكم بين عبد المجيد عشان والله حاليا يعني علاقة يكون من جديد يكون من جديدك والله زي ما قلت لك يعني أغلب الفنانين يعني الأيام يشغل أول كلهم يشغل في حياتهم ما عاد فيه تواصل زي أول مع الكل يعني أول كنت متتواصلون مع بعض أي والله أكيد أكيد قريبين من بعض كفنانين فعراء وملحنين يعني ما عاد فيها رغم أنه الإمكانيات يعني ما هي بزي اليوم يعني الإمكانيات اليوم أفضل كتير للشعراء والملحنين والفنانين ألميان وطرق التواصل يعني اليوم أي فنان تريد تواصل معه وتريد تشتغل معه ممكن في يوم واحد تريد توصل له بينما هو صعب جدا ترى عشان توصل صالح ولا عشان توصل لعبد المجيد لغابة أخذ منك مجهود يعني ترى ما هو بالموضوع أنك تلقاه وبس تحلوه ما يوصل إلا العمل الحقيقي أو الكلام الجميل أو اللحن الجميل والصوت الجميل طبعا يوم اختلفت يعني الشهرة تغيرت موازينها كثير اختلفت ما يذهب شاعر ولا فنان ولا شخص عنده محتوى اختلفت عليك أيضا الأغنية اللحن الكلام أيضا عندك اختلف الكلام أكيد أكيد بالنسبة لي أنا شخصيا يعني يمكن غيري يخالفني الرأي لكن أنا أتكلم عن رأيي أنا أكيد أن أختلفت الغني يعني اليوم أغلب الفناني تستمتع بغنيهم القديمة أكثر من الجديد يعني تلقى فيه كلام جميل فيه لحن فيه شغل ممكن هذا شيء ممكن لأن لي ذكريات معها الأغاني ممكن لكن هذا رأيي ممكن فيه ناس توافقني وفيه ناس تخالفني بس هذا رأيي أنا الشخصي إنه الأغنية اختلفت اختلفت عن سابك اختلفت كثيرا وأنت أيضا اختلف يعني ما عليش يعني فيه أغاني حتى صعب أن أقول أنها تتكرر يعني حتى أكبر فناني حتى محمد عبده يعني فيه أغاني لو نزلت اليوم بتكسر الدنيا زي مثلا لو جبت أغنية أحلى من الأدد لباسة لو جبت أغنية أباتذة لو جبت أغنية غريبة الدار يعني أغانية خالدة تحب غريبة الدار جدا جدا ومحبتي لها أنه فيه واحدة من القصائد يعني يعني ضمنتها قصيرة غرامة فاق لأنها فعلا أحبها يعني ما هو شيء مصطنع ما يعني لك لما جمهورك أو جمهور فناني الكبارة عملت معهم يرددون قصائدك وكلماتك وتكتب وتكون يعني فيه أحيانا فيه حالات معينات هذا أكثر شيء يفرحني يسعدني أكثر من تواجدي إعلاميا ولا ما تواجد هذا هو الشيء اللي أنا يعني ما تخيل أنت سعادة الشاعر لما يشوف أنه جمهور هالفنان اللي أطال أغنية مبسوط على العمل اللي قدمه هذه بالنسبة لي هذا هذا هدفي أني أقدم مع هالفنان أغنية أنا أسمعها وأكون راضي عنها مني أجبك من الفنانين الشباب اليوم الملحنين الشباب اللي يودك حتى يمن ممكن تتمنى الأصوات موجودة في أصوات يمكن شيء مو طبيعي بعد أصوات اللي اليوم إمكانيات عجيبة بس ما فيه أعمال تقدمونها ما فيه أغاني يعني والسبب وين؟ ما إيش السبب؟ الكلمة كلام اللحن كلام وبعضهم ألحان الألحان فيه شيء كويس لكنها قليل يعني قلة اللي تلقاه مميز كشاعر ولا كملحن وحتى اللي يقدم تلقاه مثلا يقدم أغاني اليوم صارت الأغاني بكثرة يعني ما هو بزي أول الفنان يدوب يقدم خلال سنة ولا سنتين يقدم لثمان أغاني يجتهد بها ويتعب بها لا اليوم الملحن مثلا في شهر تلقاه منزل كمية أغاني وطبيعية والفنان نفس الشيء لأن الموضوع سهل أصبح سهل جدا أنك تنزل أغنية يعني إذا عندك سناب ممكن تنزل أغنية ما تحتاج شركة إنتاج وتروح توزع لك وتروح تقتنع فيك وتقتنع بصوتك ما تحتاج الكلام طيب ممكن نشوف عودة الأحمد الجوفي مع أي أحد من الفنانين اليوم عودة قريبة عودة متوقعة أكيد أنا موجود يعني اللي يعني يحرص على وجودي أنا موجود معه اللي يبغي تعاون معك من الفنانين أنا موجود وبالعكس أسعد بالكل يعني زي ما اشتغلت بأول يعني أنا أسعد بكل صوت حلو مني أشتغل معه وعلى طاري الخنانين قلت لي أصواتهم في أصوات جميلة زي ما قلت لك أنا يعجبني كثير يعني فعد أبدل واحد أنا أعتبره صوت يعني مميز جدا 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 عايد صوت حلو يعني يحتاجون دعم أكبر بس وممكن نشوف تعاون معك لك معهم يعني أكيد أنا أكيد أنا أكيد صوتي فعد أكيد هل حتغير أي صوت فعد الشيء؟ أكيد أني أكون مبسوط أني أشتغل مع صوت زي صوت فهادة وعايدة ومعهم الشباب اللي صوتهم جميلة هل حتغير في طريقة كتابة أو نفس السبب؟ لا أنا هذي كتاباتي يعني ما بس أكيد أنه كل فنان لما تبقى التعامل مع رابح مثلا أو عبد المجيد كل فنان له طريقته له مفرداته تحاول أنك تقرب يعني من هالفنان لكن إذا كان فنان جديد أكيد أنك أنت ما راح تناظر ذلك الشيء بتناظر تبحث له عن أغنية يعني أنت اللي بتجتهد فيها الفنان أكثر من أنك تدور شي ناس مسلوبة طيب الجديد لو قلنا أنا بنسمع منك الجديد اليوم والله أنا يعني أنا زي ما قلت لك أنا مقل جدا في الكتابات ولكن يعني ولا حضرت من الجديد كثير يعني أنا كنت مركز على وينك 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 اليوم بعد أغلب القصايد اللي كلها وينك طيب إش يعني تحب نسمع الحين حتى لو من وينك يعني أبشر أبشر أسمعك أممم وش رايك نسمع أنا لح تجت أو رجعنا الواحر رجعنا ممكن هذه دايماً حدي غرد فيها رابح صاقب رابح حبها لأنها لحن مميز وموسيقا فيها اوه فيها موسيقا بعد يعني كان فيها تجديد حتى لكن أنها يعني ما في استيعاب للحن إذا يمكن إليه الآن لحن جديد كان حتى رابح ما قدم هالنون من قبل هي اللحن رابح رابح دائم يفاجع في ملحانة يقول رجعنا لبعضنا من بعد غيبة وجيت بكل أشواقي وجاني وهذا اللي يباعد عن حبيبة يعاني غصب لو كابر يعاني حقيقة كانت أيامي صعيبة بدون ضايعه كل الأمان ودوم أقول يا ربي تجيبه حبيبي اللي أخاف أنه لساني أنا ماني مصدق ألتقيبه تشوف عيني ويضم حناني عسى يا الله ما تحرمني طيبة إلينا آخر ثواني في الزماني رجعنا لبعضنا من بعد غيبة وجيت بكل أشواقي وجاني سلامتك الله 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 الصح لسانك أبو مشعل يعني أنا سعيد جدا اليوم أني ألتقيك من جديد ونتعرق عليك أكثر وأنا بعتبر هذا اللقاء عدد اكتشاف لأحمد الجوع الشاعر الجميع صاحب الكلمة الجميلة اللي قدم الرواع مع كل فنانين ورغم ذلك ليس لك أي ظهور إعلامي فهذا اللقاء يعني أنا أعتبره يعني لقاء من اللقاءات اللي يعتز فيها في وينك الله يسعدني أوثق هذه التجربة الله يسعدني يرفع مقدارك يا رب العكس أنا اللي والله انبسط أول شي بشوفتك ومعرفتك وهاللقاء الجميل اللي رجعتني الذكريات راحات وأحداث يعني كانت جميلة أكيد أكيد الله يسعدك ويوفقك يا رب السلام إذا تحب تضيف أي شي في نهاية حوارنا وأطلب منك يعني نختم قصيدة تختارها لنا أبشر أبشر وشيء هذا حاب أشكرك أنت شخصيا يعني على حضورك واهتمامك واجب وأشكر الشباب اللي معنا اليوم في المصورين والأستاذ مشاعر ومعدة البرنامج هذا مشاعر ما شاء الله حافظة كل أغانيك يا والله ما شاء الله يعني عندها كم ومعلومات يعني رغم أني في أغاني أنا كنت أعتقد أنها ما تدري عنها لكن تفاجأت بصراحة بمعلومات يعني عندها على كل صغيرة وكبيرة في اللي قدمناي ما شاء الله ما لنا أكثر مننا ما شاء الله عليهم الإعلاميات السعوديات يعني ينتظرها مستقبل كبير بإذن الله التوفيق لك ولها يا رب وشاكر لكم جميع والإخوان المصورين اللي تعبوا معنا اليوم وشاكر لك اهتمامك وتقديرك سواء لي ولا الغيري من الشعراء والإعلاميين واللي كانوا ضيوف عندك في هذا البرنامج الجميل اللي نستعيد من خلال ذكرياتنا الجميلة سلام ايش نختم فيه؟ تختارنا شيء؟ بشرع بسمعك قصيدة يقول يقول اللي يبي يوصلي يعرف الطريقة لا ما ترده لظروفه ومسافات واللي يبي ينسى ويجفى رفيقة كل الدروب تصير عنده بعيدات اللي يحب ولو تجي فيه ضيقة يصبر على الضيقة ويبدي مسرات وأنا أشوفك لأبغيت الحقيقة دائم تحاول تهدي القلب حسرات وضعي معك معاد أقدر على ضيقة ما شافت أماني معك غير خيبات أنت الذي يوصلك حبيبي تعيقة ولا اللي يالي بالمواصل كريمة اللي يبي يوصلي يعرف الطريقة الله وحنا والله يعني يكفي أننا وصلناك اليوم يا حبيبي هذا من طيبك والله واهتمامك اللي أشكرك عليه كثير كثير الله يطلع أمريك الشاعر القدير أحمد نجوفي شكرا جزيلا لك أهلا بشكر لك يا حبيبي تسلم شكرا أبيها بس هدي لي أبيها هذه كلي أنا عيني عليها أبيها بس هدي لي أبيها هذه كلي أنا عيني عليها خدت عجلي وروحي من حلاها وانا المسكي قلطي راح فيها فبت عجبي وروحي من حلاها وانا المسكي قلطي راح فيها اديها بس ادي لي اديها ادي كلي انعيني عليها اديها بس ادي لي اديها ادي كلي